اعزائي المشاهدين مسائل خير عليكم ولسه مكملين معاكم فقراتنا في فيرنامجكم بكلام في ملعبنا وزي ما عودناكم بما ان حلقتنا هتكون قروية فاحنا هنبتديها باهم وابرز اخبار الكرة المصرية وكمان العالمية واول خبر في حلقتنا النهاردة شدد اشرف صبحي وزير الرياضة على دعم قرار الاتحاد الكرة المصرية بعد احداث مباراة الكمة بين النادي الاهلي ونادي الزمالك وجاء في بيان الوزارة بنتابع الاحداث باهتمام لمضع المسئولين على الكرة امام مسئوليته تاني اخبار حلقتنا النهاردة بين السريالية والفوضى هذا ما وصفته صحف العالم للكرة المصرية في لقاء الكمة الذي فاز به الاهلي دون ان يلعب في مشهد جدلي برره مسئولي نادي الزمالك بسبب تعطل الحافلة وقد وصفت صحيفة الاسل الاسبانية الاحداث الذي جرت في استاد القاهرة بالسريالية الغير الواقعية ووصفت صحيفة كيك اون ما جرى بالفوضى طبعا دي اكيد كلها احداث مؤسفة كلها شفناها في استاد القاهرة تقيت اخبار حلقتنا النهاردة دولة الكويت بتعلن عن ايقاف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا في دولة الكويت لمدة اسبوعين وقد اعلن محمد الجابري وزير الاعلام الكويتي ايقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت لمدة اسبوعين كاجراء احتياط ومن دمر ابرز اخبارنا العالمية اللي معانا النهاردة فوز جديد لوسط برومتش ومشاركة لعبنا المصري احمد حجازي بيقربه من الدور الانجليزي مرة اخرى وقد خاض حجازي المباراة كاملة حتى نهايتها ورفع وسط برومتش رصيد لتسعة وستين نقطة لتصدر ترتيب دور الدرجة التانية بانجلتر من ابرز اخبار حلقتنا العالمية النهاردة باير موينخ بيدمر النادي اللندني اتشيلسي بسلاسية واحتل ملعب ستانفن بوريجك في ذهاب دور الستة عشر من دوري ابتار اولوبا طبعا من دمن ابرز اخبار حلقتنا النهاردة تعادوا لنادي برشلونة الاسباني امام موديفو ونابل ايطالي بهدف لكل طرف على ملعب سان بولو في ذهاب دور الستة عشر من دمن ابرز اخبار حلقتنا العالمية ايضا اصابة اربع مشجعين لنادي فالنسيا الاسباني بفيروس كورونا بعد مباراة اطلانتا وفالنسيا في ذهاب دور الستة عشر من الدور الاوروبي من دمن ابرز حلقتنا النهاردة برضو كمة كبيرة بينتظرها عشاء كرة القدم حول العالم هتجمع بين نادي ريال مدريد ومانشستر سيتي عندما يلتقي زيدان واجوارديولا على ملعب سنتيجو وبرنبيو في زهاب دور الستة عشر المباراة اللي هتقوم اليوم إن شاء الله في تمام العشرة عصر في تمام العشرة مساء وفي نفس التوقيب برضو هيحل نادي يوفينتسو الإيطالي ضيفا سكيلا على نادي ليو الفرنسي وبكده تكون خلصت أهم أخبار حلقتنا النهاردة هنروح له فاصل بسيط ونرجع لكم تاني استنون